المشكلة لها تسيدة انها ما كانش عارفة والمعلم منيجا زرب عليها وكان عندها الحيط ديجا مصبوخ ومنيجا لستقفق منه مباشرة الحجرة ديالو غير بيكا شوية وبدك يلستق يعني مزول لش هذك سباغة ومن بعد دوزة واحد المدة وهذك الحجر بدك يتح غير بوحده السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا بخير على خير الفيديو ديال اليوم غدي نقربكم فيه من ديكورة رائعة ديال الحجر الطبيعي مع الأتمينة بالتفصيل وأيضا غدي نشارك معاكم الأماكن اللي تقدروا تديروا فيها هذ الحجر الطبيعي والطريقة اللي تختاروا بها هذ الأنواع ديال الحجر وأيضا الطريقة ديال التركيب ديالو باش ما تلقوش مشاكل من بعد فيديو غدي يكون متميز كيما العادة غير تابعوا إلى الآخر ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تهبطول تحت وتعملوا واحد اللايك وبالنسبة للخدمة اللي غدي تشوفوا معايا اليوم هي ديال معلم محمد من مدينة تازة وكي يخدم في جميع المدن المغربية تبارك الله علي عمل متميز خدم عند بزاف ديال المتابعين ديال القناة وبصراحة شكروا فيه بزاف وكيما كتعرفوا كمين بالنسبة للحجر الطبيعي مؤخرا ولا كيتستعمل بزاف في الدكورات ديال المنازل والفيلات لأن الدكور ديالو كيتلع مميز وعناق وفي نفس الوقت ما كيتلعش في الرأس لأنه ما كيتدمه داش يعني مش بحل أنواع ديال اللي يجي يعني الشركات كلها أو العمين كيخرجوا موديلات جداد وحنا الموديلات القدامية كيتلعونا في الرأس لا بالنسبة للحجر الطبيعي يعني كيبقى هو نفسه دائما وأيضا لأنه كيهنين من المشكل ديال البرودة لأن بزاف ديال الإخوان كيكون عندهم الرطوبة في الحيط وهادك المشكل ما كيلقاولوش الحل بصيفة نهائية إذن كيبقى عندهم الحل هو أنه يديروا له التحجرت كتغطي لهم إلا هاد المشكل في نفس الوقت كتعطيهمو حد يزاين زوين لمنزل ديالهم وكيما كتشوفوا معايا من خلال الفيديو المعلم محمد كيخدم التحجرت ديال هاد الفيلة وبالنسبة الحائطة ديال الحديقة من داخل خدموا بهاد اللي بانو ديك وغاتيف بالحجار ديال بن خيران وبالنسبة التمال اللي كيخدم بهاد الحجار ديال بن خيران بتلسمية درهام اللي ماتر كاري أما بالنسبة هادك الباقات اللي كتدار في الجنب اللي كتشوفو معايا كتخدم بستين درهام اللي ماتر اللي ينياغ وكيما أسبق لي وضحت لكم بالنسبة التحجرت اللي كيتركب في الواجهة ديال المنازل أو لفي الحديقة يعني في البلايس بين كتكون الشمس وكتكون شتا داروري المعلم ما يركبو لكم بالسلك في الدهر دياله باش كيتركبن زيان وعمره ما كيتح وايضا وخال حيط يكون عدنا غير محرشوا بالمرتوب المعلم نيجي يركب تحجر دياله كيما كتشوفو معايا هنا في الفيديو داروري يبيكي هادك الحيط عادي بداي يركبو وايضا الاخوار ردوا البل ردوا البل انا كنقول لون عودها اللي اذا كان عندكم الجدار مصبوخ ضروري المعلم ما يحيي دا دكس ضغاية اللولى بصيفة نهائية ويبيكي الحيط عاد يلاستقفق منه الحجار لان احدى المتابعات توصلت من هاي مؤخرا مصطرحة بقت فيه لان الفلوس اللي خدمت بيوم داك الحجار قد يجمعتهم غير بداي كان عنده واحد الجدار فيه رطوبة وبغاد تدير لوت الحجار ومنيجي المعلم تدرب عليها ضغية وغير بها اهل ث trustworthy وجقولة طريقة تاخد segur يهم ذلك الحجار لكن قد يجمعتジャ salute ذلك المحضرة التي هجر كان تحيد بداي كان عنده واحد وهو فهرة ورطوبة وبغاد تدير لي التحجار ومنيجي المعلم تدرب عليها الضغية وغير ب包 قد يتمню تدي لKelly باري لكن قد يجمع هذا الحجار يعني ايه Yah there was a little television يعني أهل ث road… расскاوم بتطبيت قاصي dictator كما تشوفوا معايا هنا هذالا بهذا كوخ مولينتر دروا له تحجارة كامل خدموه بفولي بيليس بالنسبة لفوليبيليس روحة نوعية الحجار اللي هي نزيانة بالنسبة للثمان ديالو اذا كان صغير تقريبا القياس ديالو خمسة سنتيم كيكون بربعمية درهم المتر كاري اما اذا كان القياس ديالو كبير سبعة سنتيم كيكون غير بثلثمية وخمسين درهم المتر كاري وفي طبيعة الحال هاد الفوليبيليس كل ما كان الحجم ديالو صغير كيكون ديكور ديالو احسن خصوصا ما يكنستعمله وسط المنزل وبالنسبة لكوغ ديالكم تقدرو تديرو له كامل الحجر الطبيعي كي ما كتشوفو معايا وايضا تقدرو تديرو غير في حائط واحد والباقي تديرو له صباغة ولكن على اساس ما يكونش عندكم المشكل ديال رطوبة وايضا ما يكونش عندكم تسكرافاس بزدف وايضا تقدرو تستعملو هاد الحجر وسط المنزل ديالكم غير في بعض الاماكن باش عباكو موحب ديزاين اللي هو زوين وما تنسوش دوزو الاضاءة باش تزيدو تبينو هادك الحائط اللي غادي يكون فيها بتحجرت اما اذا كان عندكم مشكل ديال رطوبة تقدرو تستعملوه في اكتر من حائط وايضا هاد الحاجر تقدرو تستعملوه مع القبص مع الانارة المخفية وتخدمو به ديكورات رائعة لحائط ديال تلفاز غير هو طبعا حولو ما امكان تديرو ديكورات اللي تكون بسيطة ما تكونش اشكال اللي هي مشارجية والنصيحة اللي غادي نقول لكم ونأكد لكم عليها دائما في المنزل ديالكم اي حاجة بغيتو تستخدموها ما تدروها مشارجية وما تكتروش منها باش كتبقها في حلوتها وكتعتكم موحب ديزاين اللي هو زوين وما يطلع لكم مش فراز وثاني حاجة اي ديكور بغيتو تخدمو فيه تحجر تفكروا فيه في اللول يعني ميت ديو دوزو لانستالسيون ديال الكهرباء تكونوا عارفين كل بلاسة وكل قلمت وكل حائط شنو غادي رو فيه بالضبط باش على اساس هادك الديك ديكور اللي غادي تختاروا غادي دوزو لانستالسيون باش مشي حتامن بعد توصلوا لمرحلة ديال فينيسيون وتصدقوا مفكرة يمتدرو شي حاجة وغسكم عاد تولوا وتهدموا وتولوا تعودوا لانستالسيون من جديد كي ما كتشوفوا معايا مثلا الخدمة ديال تحجرت في هاد الحديقة ديال الفيلة انا عجبني ديكور ديال الخدمة يعني عبارة عن طانوات يعني ممشاش لحيب كامل بتحجرت اغاد تكون ناقصة تكلوا فعلا مولينتا وفنفس الوقت غادي اعطي واحد ديزاين الل اللي هو زوين كي ما كتشوفوا معايا هنا في هاد الصورة يعني الحائط ديال هاد الحديقة كله تصدقوا باللون الابيض والتحجرت خدمت غير في البانو بحال هكا والبلايس اللي كينا بين البانو ببانو دارت فيهم الاضاءة وده كي ما كتشوفهم هايا هنا في هاد ترس المعلم محمد خدم هاد الحائط هادا بالحجر ديال الشبكة وكان سبق لي اعطيتكم معلومات مهمة على هاد الانواع ديال الحجر اه كيجي رائع كيجي مقطع صغير وامامتون كتكون عندو واحد الشبكة من اللور هي اللي كتكون جامعة. اه الطريقة التركيب ديالو كتكون مختلفة على الطريقة التركيب ديال الحجر العادي كيتخدم غير بالكولة طبيعة الحال الكولة تكون نوعية جيدة يعني تكون واحدة اه النوعية ديال الكولة سبيسيال التمن ديالك يكون من ثمانين درهم الفوق. وبالنسبة للحجر ديال الشبكة كي ما كتشوفوا معايا في الصورة في عدة انواع وحتى لاتمينة ديالو كيختلف على حسب كل نوع اه صراحة كيجي رائع في الخدمة ديالو انا كعجبني بزافي تخدم بخصوصا وسط المنزل يعني بذكر د ديالو كيجي مميز. واخد ثمن ديالو كيطلع مكلف كتر من النوع العادي. وبالنسبة هاد الحادقة اللي كتشوفو معايا خدمها المعلم محمد. بالحجر ديال الخضار ديال تازة. بالنسبة الثمن ديالو كيدير تسمية درهم الميتر كاري. اه بالنسبة هاد الخضار ديال تازة حتى هو كيتسخدم به بزاف الواجهات. اه بحكم انه كيكون صحيح كيسبر. وايضا ما كيكشفش مع المدة لان اللون ديالو ما كيكونش مغلوق. وبالنسبة لاخوان لي كيسغلوني في الساعة ما. نungenلنا نحن بحديث سعملنا الفباستا ese المى ايضا ما يحصلون إذا انظرنا صحيح كافاتها بالنسبة التي نعض الحكيمات. الشخص الماء في التباغ تحجرت كبير فnoxنا على التتباغه المائية واجهة شربت بالنسبة بشكل طبال كالنسبة تدر عن الوقت. فinku تنبئ نميز كله في الساعة بنا. حول ما أمكن تكون بحديث لصف الواجهة الداخل للمتسكنal MFOT حول دين ما أمكن تضجيرها جلا في إلى النافضة بنسبة مأمكن خرم مصط علي الصوار باستا dio الشارج abbiamo بطريب ايمان المنزل ديالكم او للوجهة المنزل ديالكم تبقى عجبكم وما اطلع لكم مش فرص وبالنسبة الرقم ديال معلم محمد انا خليطولكم في الفيديو وايضا في الصندوق ديال الوصف وده بوصلنا للنهاية ديال الفيديو نتمنى يكون اعجبكم واستفدتم منه ما تنسونيش من لايك من التعالق الجميلة ديالكم ايضا بارتاجيو هات الفيديو بالاهل والاصدقاء وبجميع مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم بزافة للدعم ديالكم المتواصل اللي اخدتكم عليها وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله